بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم بدورة التحضير لاختبار Fundamental of Engineering مثل ما قلنا سابقا أن المواضيع الاختبار تقريبا متشابهة لجميع الأقسام بالجزئية الأولى للاختبار فاليوم هنبدأ بقسم الرياضيات الخاص لمهندس الكهرباء وهو الأشمل لباقي الأقسام بالنسبة لقسم الكهرباء يشمل هذا القسم ثمان مواضيع وعليه من 11 سؤال إلى 17 سؤال بالاختبار هذه المواضيع علم الجبرة والمثلثات الأعداد التخيلية discrete math وهي المتعلقة بالمجموعات واليوم هنبدأ فيها الجبر الخطي الجبر الخطي التحليل الهندسي الكالكولوس التفاضل والتكامل كذلك المعادلات التفاضلية والمتجهات المتجهات 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 هنبدأ في أول شيء في الديسكرت math طبعاً هيكون عندكم في الهندبوك صفحة 34 في المات في البداية طيب نيجي على samples هذه samples هي الموجودة في القسم الرياضيات غير مهمة في الرياضيات ولكنها مهمة في الاحتمالات لذا هندرسها الآن بشوية تشعب عشان لما نوصل قسم الاحتمالات نكون فهمينها وزي ما قلنا انه هذه المواضيع ما رح ندرسها بالترتيب المذكور هنا هندرسها بترتيب الريفرنس هندبوك 10 طبعاً هذا له عدة فوائد انه احنا اول اي شيء ندرس كل شيء بحيث انه ما نتشتد ما بين المواضيع بهذا الترتيب وكذلك دراسة فقط المطلوب منك مثلاً الديفرانشل اكويشن هنا في عندي اكثر من حالات هوموجينيوس نان هوموجينيوس فرست أوردر ساكند أوردر هذا كله احنا فقط هندرس فقط المذكور في الكتاب احنا ما رح نحتاج اي معادلات من خارج الكتاب وفلنقول انه 99 بالمئة على الاقل هتحتاج معادلات فقط من داخل الكتاب الواحد في المئة ممكن يقوم من خارج الكتاب فانت ركز بالتسعة وتسعين وسيبك بالواحد في المئة هذا لازم تكون انت فاتح الان الرفرانس هندبوك واحنا قاعدين نشرح في المواضيع عشان تتعرف على الرفرانس هندبوك اولاً اولاً الدسكريتماس هو العمليات المتعلقة بالمجموعات الرموز ينتمي الى المجموعة الفارغة المجموعة الجزئية والمجموعة الفرعية الفرق ما بين هدول اللي هي السبست والبروبر سبست انه جميع لما اجيء اقولك A السبست from B انه كل العناصر الموجودة في A موجودة كذلك في B وممكن تكون المجموعتين متساويتين في مجموعة العناصر فمعنى انه A كذلك هيساوي B انه الثدتين متساويتين اما في البروبر سبست يكون عنا التعريف انه جميع العناصر الموجودة في A جميع العناصر موجودة في A موجودة في B ولكن يوجد عنصر واحد على الاقل في B غير موجود في المجموعة A هذا هو البروبر سبست order bear الرمز عندك الpower الpower of set S و هذي كلها نيجي عليها بعد شوي النيوتيوب الكارتزيان برودكت اليونيون وال انترسكشن ان هذول الاثنين ال A for A اليونيفيرسل كوليفكيشن for all of X هذي تقرأ for all لجميع عناصر X مثلا لجميع عناصر X الموجودة في الدومين طيب تحقق الشرط التالي مثلا هذي تقرأ بهذا الاسلوب جميع عناصر ال X الموجودة في التي تنتمي لل D تحقق الشرط الموجود هنا بغض النظر ايش للشرط الموجود هذي بالنسبة ال اليونيفيرسل كوليفكيشن اليونيكنس كوليفكيشن هذي العلامة المقلوب الاي المقلوبة تقرأ there exist بمعنى there exist X هناك عنصر X ينتمي للدمين للمجموعة هذي يحقق الشرط كذا او الشرط هذا بالنسبة له is true هذي بالنسبة للرموز نيجي نكمل هنا حكي A is Substance of things ينتمي لا ينتمي نرمز له بهذا الرمز مجموعة الفاي او النل المجموعة الفارغة هذا هو رمز ها Single Tone Set المجموعة ذات العنصر الواحد بسموها كذلك Single Tone هذي معلومات عامة يعني طيب في عنا مجموعات يعني افترض تكون عارفها مجموعة العداد الصحيحة The Integers Z اللي هي من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية وفيها الصفر مجموعة الأعداد الطبيعية ال N اللي هي من الصفر إلى ما لا نهاية ال Positive ما لا يوجد Negative في المجموعة N في Natural Number كذلك عندنا مجموعة الكلية اللي رمزها W اللي هي بتكون من ال 1 إلى ما لا نهاية وعندنا ال Q The Rational Number أو مجموعة الأعداد النسبية اللي فيها الكسور مثل النص وكذا في عنا بيجي في الأخير مجموعة الأعداد الحقيقية واللي بتضم كذلك ال Buy والجذر جذر وهو يعني أنت عندك ال Buy 3 point 14 هذا الاختصار ولكن يكمل ما في إله نهاية هذا يكون في Real Number مجموعة العداد الحقيقية Quality متى تكون المجموعتين متساويتين إذا كان جميع العناصر في المجموعة الأولى موجودة بالمجموعة الثانية بغض النظر عن الترتيب أو التكرار طيب الـ set can also be described as this way ممكن إحنا نذكر الـ set بهذه الطريقة إنه x بحيث إنه يحقق الشرط الـ b أو الـ property مثلا ست العداد of all odd natural number العداد الفردية واحد ثلاثة خمسة سبعة إلى ما لإنهاية كيف ممكن نذكرها هذا الشرط x بحيث إنه x بساوي 2k زائد 1 for some k تنتمي إلى natural number subset set a is subset of b if every element in a is also in b هذي ذكرناه قبل قليل كذلك إنه أي مجموعة هي subset من نفسها وكذلك مجموعة الفاي هي subset من أي مجموعة عندك هنا إنه الـ w subset من natural number subset من المجموعة الأعداد الصحيحة subset من مجموعة الأعداد النسبية وSubset من مجموعة الأعداد الحقيقية الـ power set الـ power set هي مجموعة مجموعة جميع المجموعات الممكن تكوينها من مجموعة بمعنى افترض إنه عندك الـ power لهذه المجموعة فلنقل إنها هذه المجموعة اسمها A فالـ B وفي A هتكون جميع العناصر جميع المجموعات الممكن تكوينها من العناصر الموجودة في هذه المجموعة فمعنى ممكن تكون فيها الفاي والـ A لحالها الـ B لحالها والـ A B لحالها وفلنقل إنه عندك مجموعة لو كانت الـ A بتساوي الـ A والـ B والـ C فالـ B فالـ B تساوي الفاي الـ A الـ B الـ C الـ A B والـ B C وكذلك الـ C A وأخيرا الـ A B C مع بعض عدد العناصر هنا ثلاثة عدد العناصر أو عدد المجموعات اللي هنا هتكون 2 و 3 وهيساوي 8 متى نقول عن مجموعتين إنهم متساويتين إذا كان متى تساوي الـ A تساوي الـ B إذا كان الـ A subset of B والـ B subset of A وهذا example سريع على هذا الموضوع قل لك خلي الـ A تساوي هي مجموعة الأعداد الـ 2K زائد 5 بحيط إنه الـ K تكون إلى العداد الصحيحة تنتمي إلى العداد الصحيحة والـ B تساوي 2K زائد 3 بحيط إنه الـ K تنتمي إلى العداد الصحيحة show that الـ A equal الـ B إحنا ممكن نقول لت الـ X تنتمي إلى الـ A so X هتساوي هذا الرقم for some integers الـ X تساوي 2K زائد 5 الحي ممكن إحنا نعيد كتابة الـ X هذه بتكون 2K زائد 2 زائد 3 حيط إنه هذه الخمسة وتساوي خذ هذا الـ 2 من هنا عامل مشترك فيطلع لك 2 في K زائد 1 زائد 3 وهذه تساوي الـ B لأنه K زائد 1 هي نفسها المذكورة هنا طبعا لاحظ إنه هذه لو كان للأعداد الطبيعية المجموعة الأعداد الصحيحة من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية لو كانت هذه N فالمجموعتين غير متساويتين لأنه عند الصفر الأولى هي تطيق 5 وعند الصفر هنا الأولى هي تطيق 3 إذن في المجموعة الأولى لا يوجد الرقم 3 فإذن مجموعتين غير متساويتين طيب نجعل العمليات الموجودة على الست في عندك الاتحاد الاتحاد بيكون عندك مجموعة A ومجموعة B الاتحاد ترحم بيكون طبعا هذا الـ جميع العناصر في المجموعتين عندك الانترسكشن التقاطع بيكون جميع العناصر المشتركة ما بيناتهم هي هذه الجزئية طرح مجموعتين تكون بهذا الأسلوب A ناقص B هتساوي جميع العناصر الموجودة في A مطروحة منها العناصر المشتركة ما بين A والB Symmetric Difference هذا هو الرمز تبعه Symmetric Difference حيساوي بدي أنا جميع العناصر الموجودة في A وفي B ولكن الغ بدون العناصر المشتركة ممكن تجيبها من A ناقص B يعني هيعطيك هذه الجزئية اتحاد B ناقص A اللي هو هيعطيك هذه الجزئية فقط عنا كذلك الUniversal Compliment Universal Compliment اضطرد انه عندك انت مجموعة A تساوي 1 2 3 وبدي الA Compliment واحنا في الUniversal حق فلنقل الReal Number والA هذا هي العداد فالA Compliment هي جميع العداد الحقيقية مع عدى الواحد والاثنين والثلاثة Propriety of Sets هذه احنا ممكن ندرسها وقت الاحتمالات لما نيجي على الاحتمالات لو رحنا على الريفرنس هاند بوك في اول الستاتيستيك and probability تقريبا الصفحة صفحة 64 في الريفرنس هاند بوك طيب نيجي على التيوبلز التيوبلز هي عبارة عن list من الست بمعنى انت عندك الlist في فرق ما بين الlist والست الست الorder فيها ما بيفرق لما تكون set A B C او B A C فالثنتين نفس الست اما الlist فالorder فيها بفرق بمعنى انك انت لما تتيجي تقول A B فهي لا تساوي B A ولاحظوا انه هذه الاقواس بهذا الشكل وهذه اقواس معكوفة طيب هذه التيوبلز او الست في عنا منقول تيوبلز من بير اللي هي تو تيوبل اللي هو بيكون فيها XY مثلا نقطة على المستوى جميع النقاط على المستوى تعتبر بير او تو تيوبل الثري تيوبل is called تريبل طيب خلينا نمثل بدي انا مثلا list بتضم ثلاث عناصر الثلاث عناصر انا بعرفها باي حاجة انا بدي اياها فممكن مثلا تكون الليست عبارة عن ممكن اكتبها هي اعداد ثري تيوبل من الاعداد الحقيقية الموجبة ولا مجموعة تساوي X بحيث انه الـ X تساوي X1 X2 X3 والـ X ينتمي الى اعداد الحقيقية الموجبة هذه مثلا جميع الليست جميع هذه المجموعة تضم جميع التيوبل الممكن تحقيقها من جميع الارقام الحقيقية بحيث انها تكون X1 X2 X3 تنتمي الى اعداد الحقيقية وممكن انا اعرف مثلا X هذه سعر كذا X هذه تعتبر طول كذا يعني بأي اسلوب انا بعرفه او انا محتاجه هذا الكارتزيان برودكت الكارتزيان برودكت هو تقريبا بطلع لي تيوبل بمعنى اول حاجة بدي اكتعرف انه ضرب البي لا يساوي البي ضرب البي ليش لانه الحين هو بعرف لك الكارتزيان برودكت انه جميع لانه بدك تضم الX مع الY بحيث انه الX تنتمي الى الA والY تنتمي الى الB نفس الاشي لو كان A cross C خلينا نقول انه عنده مثال الA تساوي واحد والB تساوي اثنين فاذن الA cross الB هيساوي واحد واثنين ماتريكس مشروحة في شابتر الرياضيات الان لو عندك مجموعتين A and B ويوجد علاقة ما بين المجموعتين والممكن مثلها ب ازابير مثلا A1 مع B1 فممكن تمثيلها كذلك عن طريق مصفوفة من M مضروبة في N مثال لو اعتبرنا انه الA A1 A2 وعندك B1 B2 هذا الاسلوب فهذا تمثيل للعلاقة ما بين الA والB عن طريق الاسهم وممكن تمثيلها كذلك بمصفوفة بحيث انه تكون مصفوفة العلاقة من بما انه عندك 2 ب2 2 ضرب 2 لانه عنصرين في A وعنصرين في B بمصفوفة بمصفوفة A1 A1 A2 B1 B2 فتكون فممكن نرمز 1 للعلاقة وصفر اذا ما في علاقة ما بين العنصرين فمثلا A1 مع B1 يوجد علاقة A1 مع B2 لا يوجد علاقة A2 مع B1 يوجد ومع B2 يوجد فهذه مصفوفة العلاقة ما بين A والB نجي على مثال انه المجموعة A والمجموعة B والعلاقة اذا مصفوفة ما بين A والB A A ضرب B السؤال بيقول لك إيش الأوردر بيرز ربزنت باي ديس ريليشن R إيكول هنيجي نعتبر انه هذا A فإذا واحد ثلاثة أربعة وهنا سبعة ثمانية تسعة عشرة ما بين الواحد والسبعة يوجد علاقة واحد express ما بين الواحد والثمانية يوجد علاقة واحد وثمانية واحد وتسعة لا يوجد واحد وعشرة واحد واحد ويحد touchdown لا يوجد اثنين وسبعة يوجد إلى آخره ممكن نطلع جميع البرز اللي إلها مباناتهم علاقة عن طريق مصفوفة العلاقة Direct Graves or Day Graves كذلك العلاقات ممكن نمثلها عن طريق رسم والرسم بيكون يوجد فيه Vertex or Nodes نمثل العناصر كNodes كذلك والعلاقة ما بين هذه العناصر بأسهم وهذا السهم يسمى Terminal Vertex وإذا كان فيه علاقة ما بين العنصر ونفسه فيسمى Loop نيجي على سؤال يوجد عندك مجموعة A والعلاقة ما بين ال-A ونفسها أرسم Directed Graves نيجي نرسم ال-A as Nodes عناصر ال-A كنود Name ثلاثة أربعة والعلاقة يوجد علاقة ما بين ال-A ونفسها Loop ال-A 2 ونفسها Loop ال-A 2 و 3 Terminal Vertex ال-A 4 و 2 Terminal Vertex وال-A 4 ونفسها هذا Loop Finite State Machine Finite State Machine إذا كنت أنت حالياً في وضع وأجاك Input على حسب فممكن تمثيل إيش Next State لإلك لهذه المشين بناء على الوضع اللي أنت فيه وال-Input الحالي بمعنى نعتبر أنه مثل ما فيه نجيب الجدول مثل الموجود مثلاً في ال-Reference Handbook اختصاراً للوقت كتبت الجدول مثل شبه اللي موجود في ال-Reference Handbook مثلاً لو أنت الآن ال-State تبعتك أنت الآن واقف في ال-State 0 S 0 وأجاك ال-Input I 1 فابقى في نفس الوضع إذا أجاك ال-Input I 2 اذهب إلى ال-State رقم 2 S 2 أو إذا أجاك ال-Input I 3 كذلك اذهب إلى ال-State 2 إذا أنت كنت واقف في ال-State S 1 وأجاك ال-Input الأول اذهب إلى ال-State 2 وهكذا هذا الجدول مهم جداً في عمليات اللوجيك وبيختصر وقت كثير عليه وهيظهر معنا كثير في اللوجيك خاصة في دوائر الأدر وال اللي بتجمع الدوائر اللوجيك اللي بتجمع أو بتسوي كاونتر كذلك في دوائر الفلب هذي كلها تظهر معنا هذي الفاينايت State Machine هيظهر معنا في اللوجيك بشكل أكبر كذلك ممكن نرسم الفاينايت State Machine عن طريق رسمة لو اعتبرنا مثل النود اللي ذكرناها قبل لو ذكر إنه S 0 S 1 S 2 فمثلا S إذا أجاك I 1 ابقى فيها فهذه نذكره I 1 S 1 إذا أنت عنده S 0 وأجاك I 2 اذهب إلى S 2 فمعنا بهذا الاتجاه I 2 وكذلك I 3 في النهاية هتطلع معك الرسمة لغراف بمثل هذه الصورة Description of Function Maps أول حاجة إيش الفنكشن الفنكشن هي الدالة لها عدة مدخلات ولي كل مدخل مخرج ولكن لا يمكن إنه يكون عندك مدخل واحد X 1 يكون له مخرجين Y 1 and Y 2 مثلا لو كان عندك هذه الـ X وهادي الـ Y X 1 X 2 لا يمكن إنه X 1 يكون عنده Y 1 وفي نفس الوقت يكون عنده Y 2 هذه ليست دالة الدالة تكون فقط في حال X 1 له Y 1 والX 2 ممكن يكون له كذلك I 1 ولكن أهم شيء ما يكون له عدة مخرجات إذن هذا تعريف الدالة كرسم ممكن نرسم لو اعتبرنا إنه هذا الـ Y وهذا الـ X هذه دالة مثلا ممكن الـ X يكون له Y أي X مدخل للدالة هذه يقابله Y ممكن الدالة تكون خط مستقيم فأي X له نفس الـ Y بهذا الأسلوب ولكن لا يمكن إنه الدالة تكون بهذه الصورة مثلا لأنه عند الـ X هذه هيتعارض معاك عدة نقاط إذن هذه ليس الدالة الـ X الـ X الآن عرفنا إحنا إيش الدالة طيب إيش يعني الدالة تكون Injective المذكورة في الـ Reference Handbook Injective معناته إنه لجميع عناصر X لها Y محددة بمعنى إنه لا يوجد العنصرين من X نفس الـ Y مثلا 3X زائد 2 هل هي Injective لو أجيت رسمت 3X زائد 2 هتلقاها بهذا الأسلوب لو قلنا عندي الصفر هيعطيك 2 هذه نقطة الواحدة هيعطيك 5 إذن هو خط مستقيم بهذا الشكل لاحظ إنه جاء أي نقطة للـ X لها نقطة على الـ Y وحيدة لا يمكن أن تتكرر بعكس الـ F X لو كانت X² اللي رسمتها تكون بهذه الصورة لاحظ إنه عند the X مثلا هذه النقطة هتلقى Y وعند نفس النقطة بالـ Minus هتلقى نفس Y إذن هذه Injective أما هذه ليست Injective Interjective معناته إنه جميع النقاط أو المخرجات اللي ممكن تظهر لنا من الدالة يوجد لديها Input أي نقطة على الـ Y لو أخذنا مثلا دالة X تكعيب لرسمتها بهذه الصورة لاحظ إنه لو اخترت أي X هيكون أي Y من سالب Infinity إلى Infinity هيكون لها مدخل X يظهر هذا هذا الناتج إذن X تكعيب تعتبر Surjective بعكس X تربيع هل X 5X زائد 2 5X زائد 2 عبارة عن خط مستقيم عند الصفر بيعطيك 2 وعند الواحد بيعطيك 7 بهذا الأسلوب فلنقل له أي Y سيكون ممكن X يقابلها نيجي على آخر مصطلح البيوجيكتب البيوجيكتب هو الدالة اللي تكون إنجكتب وكذلك سيرجكتب بمعنى الـ X تكعيب الـ X تكعيب لو لاحظت أنه هي عبارة عن إنجكتب أنه لأي قيمة من الـ X يوجد قيمة مختلفة للـ Y وكذلك سيرجكتب لأنه جميع قيم الـ Y يوجد لديها Input يوصل لها إذن هذه الدالة الـ X تكعيب تعتبر بيوجيكتب ولما نيجي نشوف أسئلة التمارين هنشوف نقارن ما بين عدة دوال عشان نعرف نميز ما بين الـ Injective والـ Surjective والبيوجيكتب functions